يا مرحب بكم في الجولة رقم 5 من بطولة كاتر ماسترز 2023 احنا ما شفناش الجولة رقم 4 ولكن كانت هادية واغلب المباريات تعادل هنشوف في الاخر ملخص ما حدث في الجولة رقم 4 وما حدث في الجولة رقم 5 ولكن تعالى نشوف المارتشين اللي معنا النهاردة اول مباراة لماجنس كارسن تاني مباراة للجي ام الجزائري بلال بن حسن في الجولة رقم 5 ماجنس بيلعب ضد جي ام من الهند اسمه بيرت سوبرمانيوم بتقييم 2500 الهنود كتير جدا في هذه البطولة وماجنس من ساعة مشكلة الساعة ما خسرش اتعادل ماتش وكسب ماتش وده الماتش التالت بيلعب بالقطع البيضاء ويبدأ المباراة بE4 رد عليه سوبرمانيوم E5 نايت على الF3 هات البيدأ نايت على الC6 ومرحبا بكم في الإيطاليان جيم هتلعب بشو بC5 لا نايت F6 علشان تلعب نايت F6 لازم تبقى عارف كويس جدا نايت G5 لانها بتدخل الاسود في مشاكل لو مش عارف الرد عليها ولكن D3 من ماجنس بالراحة ننتشر الخبرة بان H6 ممنوع نقلات زي بشو بجي 5 تبيت D6 A4 و G6 هنا ماجنس علق قالكم تأنتظر G5 من النقلات اللي ممكن تعمل فايتنج يعني هو عبر كده قال ممكن يعمل مشاكل شوية أو يحارف في الجيم لكن بعد G6 خلاص انا حسد بالهدوء في الجيم وكمل بC3 بشوب G7 استعد للتبيت نايت BD2 تبيت و B4 ماجنس اخد مساحة محترمة على جناح الوزير ولكن سوبر مانيوم يتجهل هذا الكلام ويلعب كينج على ال H7 الفكرة من النقلة دي بشيل الملك من قدام الفيل وبالتالي انا فكرتي اشيل الحصان ووسع الطريق لدفع بيدة ال F5 تكمل المباراة روك على ال E1 نايت على ال H5 وسع الطريق ودلوقتي مستعد اللعب ال F5 لكن هنا ماجنس يديره الاول ب E5 ممكن الحصان بتاعك الان هذا الحصان مع ال E7 ومع ال E5 يختار سوبر مانيوم انه يلعب نايت E5 وجايت طالب الفيل اللي على ال C4 لانك لو لعبت نقلة زي نايت E7 مش طلب حاجة فما فيش F5 لانك هتسمح لماجنس بال D4 هي ال D4 ما كانتش موجودة دلوقتي اهه علشان الحصان مع البيدأ مع الفيل منعينها لكن اذا عاد الحصان الى ال E7 فهاكد ال D4 وما فيش F5 ليه ما فيش F5 اعلقت ال D4 بال F5 منت لو دفعت دلوقتي البيدأ انا باكل بيدأ في بيدأ ووسعت الطريق للقلعة مع الحصان مع البيدأ هتبيدأ ال E5 اذا اكلت بالقلعة G4 اذا اكلت بالحصان هزاري من G4 اذا اكلت بالفيل تمنع ال G4 سقط بيدأ ال E5 وبالتالي نايت E7 كانت هتسمح ب D4 والفكرة دي تلغت لكن هنا سوبر مان يميلعب نايت على ال E5 اعطيني الفيل يا ماجنس ماجنس لن يتخلى عن هذا الفيل في هذا الحصان فرجع بالفيل بشوب على ال E2 علشان دلوقتي الاسود ياخد ال F5 ما كانتش احسن حاجة ولكن F5 نقلة كويسة ناجنس سريعا يأكل بيدأ في بيدأ ويحط السوبر مانيان تاني ماينفعش تأكل بالقلعة عشان ال G4 ولو اكلت بالبيدأ جي تيكس على ال F5 سقط بيدأ ال E5 بتاكتيكس اوسع الطريق عايز استعيد الحصان فهنا بعد ما اكل بيدأ في بيدأ اكل بالفيل مافيش G4 كمان حصاني مدعوم بالبيدأ فمافيش افكار تطحيات على ال E5 ويجاي بتمبو طالب البيدأ الى على ال D3 ماجنس يدفع D4 لو عايز تاكل ناكل بالحصان عادي ولو مش عايز تاكل فنطالب اكل على ال E5 مايدعمش البيدأ ولا ياكل ويلعب نايت على ال F4 ايه ده ماذا لو اكلت بيدأ في بيدأ حصاني بيروح ل D3 اعطيني القلعة ولما تشيل القلعة يرجع ياكل على ال E5 فهنا بعد نايت على ال F4 هذا الحصان مزعج جدا ماجنس يلعب نايت E4 ويوسع الطريق للفيل طالب يتخلص سريعا من هذا الحصان D5 هات الحصان يا ماجنس اكل الحصان اللي على ال F4 اكل في الفحصان على ال E4 اكل بيدأ على ال E5 اكل الحصان الاول بتنبهة الوزير اكل بالبيدأ والان ماجنس رسميا مع بيدأ زيادة فين البيدأ 4 على 4 وهنا 3 على 2 لكن الثلاثة دول في منهم بدأين طبور عيش تكمل المباراة نايت على ال C4 الحصان اللي على طرف الرؤعة يأتي الى المباراة وطالب يتخلص من الفيل ويبقى معي انا في الاسود وانت معك في الابيض يعني الدور بيقول الى التعادل ماجنس يرفض ويرجع بالفيل على G3 H5 عايز H4 H4 منوع تكمل المباراة بA6 وهنا ماجنس يقرر انه يتخلص من الحصان وبعد ما يأكل بالبيدأ يلعب كوين على ال E2 اعطيني بيدأ C4 اكل بيدأ في بيدأ اكل بالبيدأ اعطيني بيدأ C4 كوين على ال D5 حميت البيدأ ولكن تخليت عن بيدأ C7 ماجنس يلعب كوين على ال E4 تعال قصر وزير في وزير لو عايز تقصر طبعا هاكل بالبيدأ ومرحبا بك في بيدأ سالك الابيض بيكسب فهنا ما يقصرش وياكل البيدأ الا على ال B5 يقصر ماجنس قلعة في قلعة اكل بالقلعة والان في ضغط على بيدأ ال B7 روك بي 1 اعطيني الوزير ثم يسقط البيدأ تكمل المباراة بكوين على ال E5 خد بيدأ ال B7 واترك بيدأ ال C3 اكل ماجنس موافق اكل على ال C3 ومن ثم اكل كمان بيدأ على ال C7 اصبح معايا بيدأ سالك ولكن انا كمان معايا بيدأ سالك وهجوم قوي على ملكك حزاري هنا سوبرمانيوم يكمل بروك على ال E1 كينج على ال G2 من ماجنس بكل هدوء وروك على ال E1 اعطيني الوزير يا ماجنس خد بالك هنا لو كان لعب نقلة زي كوين على ال C1 كانت هتبقى قوية جدا طالب ال H1 والحل الوحيد عشان تحافظ على الافضلية انك تضحي بالقلعة في الفيل هنشوفها دلوقتي ولكن لو دفعت ادفع سلبي زي بيشو بH2 فالدور يرجع اكوال بعد كوين F1 بالتشيك كينج G3 نفيش اي تشيك تاني ولكن في روك E2 وما فيش قطعة بتحمي البيدأ كوين E3 بتحمي البيدأ بلندر لان روك E2 هاتي الوزير وطالب البيدأ والوزير لازم يسيب البيدأ طيب اكمل ازاي كينج على ال F4 وبعد ما اكل البيدأ هاتي الفيل وهاتي البيدأ بشوب G3 حميت الاتنين ولكن كوين E2 اصبح في كونتر الوزير والقلعة بيخربشه من تحت نتقدرش تاكل وزير في وزير لانك لو كسرت طالب تاكل البيدأ يعني اللي على ال C4 فيه تشيك ميت ينهر ابيض فيه تشيك ميت على ال H6 ولو حميت ال H6 بنقلة زي كينج جي 5 في فيل بيوقع على ال G3 ايه الضرب ده تضطر ترجع تحميه بالملك كينج على ال G8 والدور اكوى لسه مش قدر بتمدي ايدك على البيدأ علشان بيشو H6 بتشيك وبتخسر الفيل ارجع لو كان لاب كوين على ال C1 كان هيامل مشاكل لكن اختار انه يلعب روك على ال E1 هات الوزير يا ماجنس عشان هنا only move تدي افضلية كبيرة للابيض تصل الى سبعة هذه التضحية ماجنس يفكر يفكر ويلعب نقلة mistake او miss لكل هذه الافضلية كوين على ال D5 طالب كوين F7 واخد هذه اليتشيك ميت ولكن روك تيكس G7 كانت بتكسب نعم بعد ما تاكل بشو B5 بتشيك الان باعد كل المربعات بتؤدي الامات لو جيت تنج على ال H6 كوين F4 بتشيك only move تشيك لو جيت مفيش only move على ال H6 تشيك ميت ولبدأ ماسك المربع طيب ارجع 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 لو ما جيتش على ال H6 وجيت على ال H7 الوزير بينضم من ال B7 بتشيك لو جيت هنا تشيك ميت لو جيت هنا تشيك ميت كل الطرق بتؤدي الى تشيك ميت لو كان ضحها بالفيل بالقلعة في الفيل ولكن ماجنس يمكن إلي ان لما أضحي وياكل بالملك بشو بE5 مثلا قال لك كينج F8 مش واضحة ولكن في كوين A8 كوين B7 كوين C6 والملك في الاثر بياخد ال تشيك ميت ما ضحش بالقلعة ولا بكوين على ال D5 علشان تكمل المباراة هنا بكوين على ال C1 في لين هنا ماجنس شافه السوبرمانيام وأنهوله بعدما المباراة خلصت ألا وهو كوين D3 طالب ايه طالب تشيك في تشيك ميت وبالتالي هتجبر ماجنس انه يتكسر البيدة ولما تاكل ياكل بالقلعة بشوب F6 مع روك D1 الدور بقى صعب على الابيض جدا انه يفوز فوسع الطريق الملك هيجي وهيقف على البيدة والبدئين دولت برعيش الدور يقول الى التعادل بشكل كبير لكن لما لعب كوين على ال C1 طالب تشيك ميت على ال G1 ازاي؟ يعني لو روحت تكمل هجومك روك على ال G1 بتشيك لو جيت هنا تشيك ميت ولو جيت على ال H2 تاخد تشيك ترجع تاخد تشيك ميت وبالتالي هنا only move للدفاع عن هذه النقلة بشوب على ال H2 من ماجنس ما فيش أصلا تشيك على ال G1 سوبر مانيام هنا بدأ يحس بالانهيار ولكن يجيب نقلة تقاطل روك على ال E2 الفكرة عايز ايه؟ مش مهدد اي شيء لسه هتيجي بالوزير تضغط على البيدة ماجنس يروح كوين على ال F7 ولكن روك تيكس على ال F2 ايه دا؟ بتضحي بالقلعة لو اكلت القلعة تعادل اكل بالملك في تشيك 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 تعادل لكن ماجنس كان شايفها ويلعب سريعا كينج على ال G3 يا رايق مفيش تشيك على ال G1 ملكش اي تشيك خالص ولا حتى على ال G5 عشان البيدة القلعة ممكن تضحي على ال F3 او على ال G2 وساعتها هاكل نفيش تعادل طب وانا لو كنت كلت تعادل ازاي كوين على ال D2 بتشيك لو جيت هنا في كوين على ال E1 بتشيك لو جيت هنا في كوين على ال D2 بتشيك ملكك مش قادر يعدي ولو جي على ال E4 بياخد مات وبالتالي هيضطر يرجع والدور ايكوى لكن بعد ما ماجنس لعب كينج على ال G3 يضطر السوبر مانيوم انه يرجع بالوزير ليدافع عن ال T6 ماجنس هنا يقول القلعة حاسب نرجع تاني للشكل المتعادل الوزير هيرجع لك تاني بتشيك لكن ينهي المباراة بكل هدوء كوين تيكس على ال G7 ياكل ياكل بالقلعة ياكل وياكل القلعة اللي على ال F2 والان معايا فيه الكامل والبيدأ بتاعك دا ملحوق بيشب على ال F4 او حتى بالملك كينج على ال E2 تزوء الملك بيلحق البيدأ والابيض بيكسب ويفوز ماجنس في الجولة رقم 5 علشان يبقى معاه 3.5 من 5 وتعال بينا نشوف المباراة اللي بعده وتعالوا نشوف المباراة التانية معنا النهاردة للجي ام الجزائري بيلال بن حسن بتقييم 2520 بعد ما خسر اول جولتين ادر يرجع ويعمل كومباك ويفوز الجولة التالتة ويفوز الجولة الرابعة ودلوقتي هنشوف مباراته في الجولة الخمسة ضد اي ام من الهند اسمه محمد نوبرشا شيخ بتقييم 2432 محمد بالقطع البيضاء بيلال بن حسن بيلعب بالقطع السوداء وتبدأ المباراة دي فور نايت على الاف سيكس نايت على الاف سري هتخش في الكينجز انديان ديفينس لا اي سيكس جي سري عايز ان تشر بفيلي على هذا الوطر دي فايف بيشوب جي تو بيشوب اي سافن بوسع الطريق علشان ابيت تبيت تبيت والآن سي فور طبعا سي فور مع دي فور مع جي سري وبيشوب جي تو دخلنا في الكتلان نايت بي على الدي سافن كوين على السي تو اكتيفشن للوزير وداعي بدأ السي فور وفضينا مربع الدي وان لتأتي القلعة الى المباراة اي فايف من بلال بن حسن يبدأ ياخد مساحة على جناح الوزير نايت بي على الدي تو وسي فايف وبعد دفع الاي فايف ودفع السي فايف فورا يصبح مربع البي فايف اضعاف في جيش الاسود تكمل المباراة روك على الدي وان وبلال بن حسن يكمل على جناح الوزير باي فور وهنا الأبيض يزود التعقيد تعقيد طبعا البيادئ وقفه قدام بعض كده فانت في كل نقلة عمل تحسب بيدا في بيدا وتحسب هنا بيدا في بيدا على الدي فايف يلعب اي فور والآن تلات بيادئ في وش بيداين احسب كل نقلة هذه النقلة كانت ان اكيوريسي علشان كي موف بيدا في بيدا على الدي فور يلاقيها لو أكلت بالحصان هتقابل اي فايف ولما تشيل الحصان هتقابل دي فور والاسود موقفه أفضل شوية لكن هنا بعد بيدا في بيدا على الدي فور يأكل اي تيكس على الدي فايف والآن لو عايز تاكل بالبيدا فأنا هرجع البدا بتاعي اللي على الدي فور ونعمل اكتيفشن للفيل تاكل على الدي فور مش حلوة من ناية تيكس على الدي فور الأبيض قطع وكلها أصبحت اكتف لكن هنا بعد ما أكل اي تيكس على الدي فايف بلال بن حسن يدفع اي فايف ويقدم دعم البيداء الدي فور روك على الاي وان أعطيني البيداء بالحصان والقلعة بيشوب على الدي سيكس ما فيش بيادة وهنا سي فايف نقلة ان اكيوريسي سي فايف فكرتها هات الفيل هذا البيداء ببلاش لأنك طلبه بالحصان والفيل وانا دعمه بالوزير بس ولكن لو أكلت بالفيل أو بالحصان تتخلى عن بيداء الدي فايف وإذا سقط بيداء الدي فايف بيداء الدي فور يصبح ضعيف لكن يكمل هنا بلال بن حسن دي سري وما يقولش البيداء بيداء ببلاش أعطيني الوزير كان في نقلة أقوى تعالى نشوفها كوين سي سيفن يعمل اكتيفيشن للوزير ويقدم دعم للبيداء كمان انت مش قادر تاكل الفيل علشان هزرط لكن لما لعب دي سري برضو نقلة قوية جدا بيضحي بيداء بفكرة انك لما تاكل هذا البيداء حصاني بيأكل بيداء السي فايف بتمبو هات الوزير ولما تشيل الوزير استطيع أن ألعب الدي فور نايت جي فايف روك اي ايت الاسود بقى موقفه ممتاز لكن هنا بعد ما لعب دي سري ما يكلش ويلعب كوين على السي سري ويزود الضغط على بيداء ال اي فايف علشان هنا بلال بن حسن يأكل البيداء ودي الفكرة من دي سري ان هذا الوطر تفتح للفيل مش فاهمي اكرم مناخد البيداء اللي على ال اي فايف بلندر علشان بريليانت موف بشوب تيكس على ال افتو بتشيك وهذا القلعة ولما أكل بالملك الوطر اللي تفتح يسمح للوزير بالانضمام كوين بي سيكس بتشيك ممنوع العودة مفيش حاجة تغطي في الطريق فأرجع تنجي على ال اف وان أكسر الحصان اللي مدفع عن مربع جي فور ولما تاكل بالقلعة أو بالوزير هتقابل نايت جي فور أعطيني تشيك ميت لو أكنت برضو بالوزير تقابل نايت جي فور أعطيني تشيك ميت وأعطيني الوزير وأعطيني تشيك ميت على ال اتش تو الأبيض بيقصر ارجع فياكل كوين تيكس على ال دي سري كوين على ال بي سيكس اكتيفشن للكوين وجايب تنبو طالب البيداء اللي على ال اف تو روك على ال اي تو حامية البيداء روك على ال اي ايت ونيت على ال جي فايف وهنا بلال بن حسن يلعب بشوب دي فور ناقلة جميلة جدا اكتيفشن للفيل ضاغط على بيداء البيتو ناقلات زي اسري هتبقى مزعجة على حساب هزا الرب كمان ما عندكش بيداء على عمود السي ولا عمود الاي وبالتالي الفيل مستقر كمان فضيت مربع السي فايف ليأتي الحصان بيتمبو على الوزير فهنا يكمل الابيض بنايت سي فور أعطيني الكوين كوين اي سيكس يشيل الوزير وربط الحصان مع الوزير ووسع الطريق للبيداء لدفع البيتو علشان هنا الابيض يلعب نقلة من وجهة نظر الانجين مستيك ولكن منطقية جدا بشوب على الاسري نشرت فيلي وطالب اكل الفيل اللي على الدي فور ببلاش علشان في ربط على هذه القلعة مش فاهم يعني انا لو لايب اي نقلة اكل على الدي فور ببلاش ولو اكل باكل القلعة ولما تاكل تتخلى عن البيداء اديك تشيك تطلع القلعة جاية وضرب طيب ارجع انا جاي طالب اكل الفيل ووسعت الطريق لتأتي القلعة الى المباراة ليه نقلة دي مستيك علشان ويجيبها بلال بن حسن بي فايف بي فايف نعم هات الحصان طب ما دلوقتي اكل برضو في الفيل اكل الحصان هات الوزير تشيل الوزير على السي تو وتفضل مشكل نفس الضغط ونفس التهديد مايقدرش اكل الفيل لكن الاول امشي حصانك بي اتش سيكس اذا سحبت الحصان دلوقتي باكل الفيل عادي مافيش اي قلق من التكسير والاسويت بيكس طيب ارجع بعد ما لايه بي فايف يشيل الاول الحصان نايت على الاسري ويكمل بي فور بي فور هات الحصان نعم وما تقدرش تكسر وزير في وزير لاني هاكل بالفيل هات القلعة وهات الحصان الاسويت بيكس طيب ارجع بعد بي فور هات الحصان يعود بالحصان نايت على البي فايف علشان تكمل المباراة بتطوير الحصان نايت سي فايف هات الوزير وفضت مربع الدي سافن للفيل نايت سي فايف هات الوزير كوين على السي فور خد بالك only move كوين سي فور عشان افضل دائم الحصان بيشوب دي سافن حصانك مات مات اه مافيش نايت سي سري مافيش نايت اي سري مافيش نايت دي سي كس مافيش نايت سي سافن لاني نايت سي سافن وزيرك بيموت فارجع بعد بيشوب على دي سافن خلاص الحصان مات رسميا يكمل محمد ويقاتل بناء لجميلة D6 الفكرة بوسع الطريق للوزير طالب بدأ الـ F7 بتشيك أكل الحصان عادي بالوزير كوين تيكس على الـ F7 بتشيك أولي موف والآن يأكل في الففير الأبيض أخذ قطعة ولكن سيب القلعة اللي على الـ E2 الفكرة أنك لما تأكل القلعة أكل للحصان اللي على الـ C5 أخذ كمان قطعة لكن هنا بلال بن حسن يأكل الفير ودي كانت نقلة مستيك أو تفقد كتير من الأفضلية طب كنت عايز زيه إنجن كان عايز كوين تيكس على الـ E2 ولكن اللي أنا متأكد منه أن بلال بن حسن حسبها لكن بعد ما أكل الحصان إيه الفكرة أن روك F8 الوزير بيتحبس ولكن بعد كوين E7 روك E8 هات الوزير الوزير مات لكن نايت F7 بتشيك أولي موف وبشوب D5 علشان تاكل القلعة وتسيب الحصان لازم تبقى حسابة لحد هنا بعد بيشوب D5 هتعمل إيه؟ الفكرة أنك لو أكلت دلوقتي الوزير فبتقابل night H6 double check ولما تخش بالملك أكل القلعة طالب أكل القلعة اللي على الـ F8 وبعد روك E8 كيش تيجي كيش double check تيجي كيش تيجي كيش الدور equal الله المال كان لازم يلعبه على الكلام ده ارجع 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 بعد بيشوب D5 لازم يبقى شايف queen B5 طب وإيه الموضوع هاتي الفيل ولو لابتدلوقتي هذه double check أخش بالكينج ترجع بالحصان اكل الحصان لما تاكل بالوزير اكل الفيل ودلوقتي خلاص مفيش اي checkmate مفيش اي تهديدات الـ S والبيكس فهنا علشان كان يأكل القلعة لعلى الـ E2 لازم كان يشوف اكلة الحصان وحبسة الوزير والدفاع عن بيشوب D5 فأكل الفيل علشان يكمل محمد بروك E7 أعطيني checkmate أكل قلعة في قلعة أكل بالبيد أعطيني checkmate هي دي checkmate أيوة يعني لو لابتأي نقلة مثلا زي S3 queen على الـ F8 بتشيك تاكل أكل واجيب وزير تاني بتشيك فإجباري اضغطي بالحصان عشان ملكك يتحبس وتقابل نايت F7 بتشيكmate طيب ارجع التهديد ده هتعمل ليه علي يا بلال رك على الـ G8 رك على الـ G8 حامية التهديد أيوة دلوقتي queen على الـ F8 برضو مش جاية بتشيك أي نعم انت طالب نايت F7 ولكن معي وقت اني ألعب H6 دلوقتي نايت F7 مش بتشيكmate لاني فضيت مربع آمن للكينج فهنا مايلعبش طبعا queen على الـ F8 ويلعب بشوب D5 كان الأفضل انه يلعب queen D5 نقلة صعبة الوزير ببلاش لا ما نطالب تاني نايت F7 ولكن بعد بشوب اي اتحمة المات يأكل البيضاء اللي على الـ D4 والإنجين شايف انه هنا تدور الى حد ما اكوال علشان القطع هو معا قطع زيادة الاسود ولكن قطعه متكتفة بالبيضاء اللي في F7 فهنا ما شافش فكرة queen D5 ويلعب نقلة قوية جدا بشوب D5 أولا طالب تشيك ميت ايه ده؟ يعني لو لابتأي نقلة أكل القلعة بتشيك ميت ما تقدرش تاكل بالملك علشان الفيل تضطر تاكل بالحسن وتحبس الملك تاني ونيت F7 بتشيك ميت طيب ثانية واحدة ما تخلص من الفيل بلندر أسطوري ليه؟ عشان queen H5 طالب تشيك ميت وطالب نايت F7 بتشيك ميت وبالتالي الحل الوحيد اني ألعب H6 دي ما بقى H مات وما بقاش فيه نامات لكن تاخد علامتين تعجب queen على G6 طالب تشيك ميت بس انت سبت الحسن ملكك محبوس والعمود تفتح queen H5 بتشيك ميت إيه الجمال ده هنا بشوب D5 لو أكلت الفيل تخصر وأنا طالب أكل القلعة بتشيك ميت هتحل هذه المشاكل إزاي؟ بلال بن حسن يجيب only move H6 فضينا مربع آمن للكينج خلاص مش خايف من هذه التضحية مفيش queen H5 علشان الحسن واقف هذا البيداء اللي في 7 ممسوك بالقلعة والحسن والفيل والوزير يعني انسى انه يترقى فبعد H6 كمان أنا طالب الحسن تكمل المباراة بيشوب على C4 أعطيني الوزير queen على C6 ودلوقتي هتشيل الحسن فين ما يشيلش الحسن ويلعب H4 أسلمنا لو رجعت بالحسن هجومي خلص وهجومي لو خلص الاسود معه قطع كل سنة وانت طيب بعد H4 بيضحي بالحسن يقبل التضحية أكل بالبيداء والفكرة أني فتحت عمود الـ H على هذا الـ king ولكن queen H5 مش بيتشيك ميت الحصان حميها لكن أنا طالب الحصان شيل حصانك وبالتالي تاخد تشيك ميت لكن هنا بلال بن حسن كان محضر له بيشوب على الـ H3 بتمبو هاتي تشيك ميت على الجي 2 ما تقدرش تحمي هزيه لتشيك ميت غير إنك تتخلى عن أولى القطع اللي بتهاجم وترجع بيشوب على الـ F1 علشان أكسر القطعة تاكل بالقلعة والآن شيل الحصان برضو هذه تشيك ميت لا queen على الـ D5 تعالى قصر لا queen على الـ G6 شيل الحصان ويديني تشيك ميت لا queen على الـ E4 تعالى قصر شال الوزير شيل الحصان وأعطيني تشيك ميت لا night على الـ H7 وهنا الأبيض يكمل المباراة بـ F3 هاتي الوزير بعد ما يرجع على الـ E6 تعالى قصر يلعب G6 ويدعم الوزير لو قصرت وزير فوزير تخصر لأن هاكل بالبيدة هاتي القلعة وهاتي وزير الأبيض بيكسب فبعد ملائب G6 ما تقدرش تكصر وأنا طالب كمان الحصان اللي على الـ H7 تكمل المباراة بـ 9G5 ما فيش حصان وما فيش تكسير ودلوقتي هاتي الوزير لو عايز تكسر وزير فوزير أكل بالحصان انتهى الجيل ولو عايز ترجع على الـ F4 تقابل نايت بتشيك وهاتي الوزير انتهى الجيل فهنا محمد يكمل ويسيب الوزير كينج على G2 إيه ده سايب الوزير ولكن وسعت الطريق للقلعة طلبت شيك ميت فهنا بعد شوية حسابات دلال بن حسن يأكل الوزير دلوقتي أكل بالبيدة طالب تشيك ميت على الـ H1 وطالب القلعة وطالب أرأي وزير على الـ F8 هتحمي ازاي كل هزي التهديدات بلال بن حسن يلعب كوين E2 النقلة الوحيدة كوين E2 بتشيك ويملكك مع 1 2 3 لو جي على الـ H1 أولا خلاص انت قفلت هذا الطريق أنا أدر أكل القلعة أو حتى أرجع أكل البيدة ما بقاش فيه تشيك ميت على الـ H1 لو رجعت بالملك على الـ G1 برضو قفلت الطريق على القلعة أرجع أكل البيدة تاكل القلعة أكل بالملك خلاص الـ S و البيكس فبعد هذه اللي تشيك يغطي بالقلعة وبرضو ما بقاش فيه روك تيجي بتشيك يرجع يأكل البيدة تكمل المباراة بكينج على الـ F1 طالب تشيك على الـ H2 تشيك ميت G6 فضينا مربع G7 للكينج روك على الـ H2 بتشيك كينج G7 أكل القلعة أكل بالملك والأنوازير وحصان قدام قلعة وبدأ كمن سالك يستسلم في مباراة أنا استمتعت بيها جدا أتمنى أن أنت كنت استمتعت بلال بن حسن كده أصبح معاه 3 من 5 عمل قمباك خسر أول ماتشين كسب بعدهم 3 ماتشات على التوالي وبالنسبة لسالم عبد الرحمن فهو كان بيلعب مباراة قوية جدا ضد برهام وخسر هذه المباراة أدهم فوزي برضو خسر المباراة بتاعته بالنسبة لعزيز حسين انتهت المباراة بالتعادل هكارو ناكامورا اتعادل ماجنس شفناه فاز وتعالى نشوف ترتيب الخمسة الأوائل على البطولة حتى الآن بعد انتهاء الجولة الخمسة متصدر البطولة ناريانا جي ام من الهند برصيد 4 ونص يعني اتعادل ماتش ويكسب كل الماتشات التانية في المركز التاني سينداروف بأربع نقاط اتعادل ماتشين ويكسب الباقي كله في المركز التالت إيريجيسي برصيد أربعة في المركز الرابع هكارو ناكامورا عدلوم كده لسه إيه أنا الرابع حاليا ولكن لسه أربع جوالات في المركز الخامس جومبا جومبا يا ليل جومبايف جومبايف رينات رينات جومبايف رينات جومبايف باربعة نقاط شاف قدي أربعات تعال نشوف ماجنس فين ماجنس فين ماجنس في المركز الستاشر ماجنس في المركز الستاشر برصيد تلاتة ونص ماذا يعني شوف ماجنس برضو تلاتة ونص والمركز الستاشر والأول أربعة ونص يعني الفرق بينه بين الأول نقطة نخليه المركز الستاشر يعني المركز الاول اربعة ونص اللي تحت المركز الاول بنقطة تلاتة ونص لحد المركز تمانية وعشرين يعني لسه الحروب جاية ولسه لم تحسن بعد اتمنى ان انت تكون استمتعت ونشوفك في الحلقات الجاية سلام